اللي مش عنده بقى اللياقة نفسية عقليته جفة ونشفة وضيق ونفسه قصير ومش مارن مش مستعد للحلول الوسط هو دايما عنده يبدأ دي أسهل وخلاص فالياقة النفسية بيتدرب عليها الإنسان ما بيتولدش بيها فلما تجي له الضغوط بقى لما تجي له الضغوط على نفسيته والضغوط اللي من حوله لازم يفرغها من كونها ضغط لكن هي في الحقيقة رياضة عشان توسع وتزيد في محاسن الأخلاق وتزيد في رؤيته لنعمة الله وعشان كده حضرت النبي قال لنا إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق إيه ده؟ وكأنك أنت لما تكون عندك لياقة نفسية لياقة نفسية يبقى إيه؟ بسط الوجه إن أنت إيه اللي حاصل؟ ما تكتئبش ما تتضيقش ولكن خليك دائما في حالة بسط شوف حتى التعبير بسط الوجه يعني إيه اللي حاصل؟ الأشياء مبسوطة يعني الأشياء متسعة وحسن الخلق فإنت لو حصل لك كده هتحس بالوسع فالوسع ومحاسن الأخلاق أكتر حاجة بتتعلم من خلالها إن ابنك ممكن يشوف الأخلاق بشكل عملي لما يشوفك أنت عندك بسط للوجه ومحاسن الأخلاق فإبنك بيتعلم تلقائياً الحياة التانية لازم نتعود على شهود نعمة ربنا والفرح بيها وحمدها الفرح بنعمة ربنا بيبتدي بالفرح بنعمة الحياة الفرح بنعمة الأولاد لازم نقول لأولادنا أنهما نعمة ما نجيش نقول لأولاد وأنا أعرف أهالي قالوا لأولادهم أنا بعد ما شفتكم أنا مش عارف يا أولي لكن مناسب إن أنا أخلف ولا ما أخلفش فالأولاد بيحسوا أنهما نقمة فلازم إحنا نخرج من ده فالفرح بنعمة بيجدد القلوب وبيوسعها وكمان بيزيد اللياقة النفسية وكمان بيزيد الوسع في استقبال المدد الرباني تالت حاجة عشان أحافظ على الاتزان النفسي لازم أعرف إن الاتزان ده نمط حياة الاتزان على فكرة الاتزان حياة مش فكرة ولا كابسولة أنا بخدها ولا حقنا بخدها ولا حتى جايزة بفوز فيها لما تشطر شوية الاتزان بي وعاش الاتزان عيشة ونمط حياة رابع حاجة لازم أتأكد من اعتدالي كم ربي إن أعرف إني مش ملك وممكن أقع في الأخطاء ووقوع في الأخطاء على فكرة مش معناه إن أنا بوست الدنيا وما أصبحتش أنفع قدوة لا كل ما تعود إني أراجع نفسي سريعا كل ما دخلت في قولي تعالى أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات ممكن سيئاتهم على فكرة سيئاتهم في التربية فتتبدل حسنات فأرى فيها إيه؟ رؤ جمال الله سبحانه وتعالى ولذلك دولة اللي هيقول على أم الله سبحانه وتعالى ودولة اللي تنفعهم التوبة الذين يتوبون من قريب لما تعود إني لما أغلط أرجع على فكرة بتزيد ثقة في نفسي وبتزيد ثقة أولادي فيي وتزيد ثقة من أربيهم فبتتناسب عكسيا مقدار الضغوط مع مقدار الثقة بالنفس ومقدار مراجعة النفس من غير مقع في إيه؟ من غير مقع في جلد الزات وكلما زادت الضغوط قلت الثقة بالنفس إذا أنا ما كنتش مستعد ليها وفاهم إن أنا كل ما رجعت تاني ليه الصواب كل ما كان ده أفضل ليه رقم خمسة هل أتأكد أني أنا عارف هويتي ولا لا؟ لازم أتأكد أن أنا عارف هويتي وذاتي لأن أنا لو ما كنتش عارف نفسي مش هقدر أعرف أي حد نفسه الناس اللي عارفين زواتهم وقدراتهم من مركزية وبيستخدموها بشكل كفء وفعال إيه اللي بيحصل؟ بيقدروا يضيفوا لنفسهم شيئا فشيئا فالحياة بتتسع معهم وبيعرفوا مفاهيم كتيرة جدا 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 يستطيعوا معها التعامل مع الضغوط فإيه اللي يحصل؟ فلما نعرف زواتنا نضيف عبادات جديدة في حياتنا ونشعر إن إحنا ممدودين من الله سبحانه وتعالى رقم سيد ده مهم جدا إن إحنا نراجع أولوياتنا في الحياة ونقلل المجهود اللي بنحطه في حاجات مش مهمة من حسن حضرة النبي يعلمنا ده ويقولنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ومهم إن إحنا نتمل أوقات الراحة ونمارس فيها أشياء بتدخل علينا السرور على قلوبنا فلازم يكون لنا زي ما حضرت النبي وجهنا ساعة وساعة أقم سبه وده مهم جدا جدا إن إحنا نعتذر لأولادنا لو أخطأنا في حقهم على فكرة الأولاد دي هم عرض بالضبط زي أعراضنا وإحنا لما نمارس الامتنان لأولادنا فالامتنان عيقل شعورنا بالضغوط وبيوسع صدرنا وبيوسعدنا على الاتزان ويفتح لنا أبواب الاتزان من أوسع الأبواب ويخلينا نشوف الجمال والنعمة في أولادنا وفي كل اللي حوالينا يا سادة الوصفة الصبعية اللي أنا ذكرتها لحضراتكم دي هتفدنا كتير جدا 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 في تفريغ الضغوط والعايش مع أولادنا في ساحة النعمة الواسعة يا رب وصع علينا وجعلنا من أهل الاتزان واجعل هذا الاتزان علامة على حسن الإيمان يا ربنا يا رحمن يا ربنا يا ربنا